موسيقى مشاهدين الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جهري حلقة الليلة بعنوان ما هي قصة الحروب الصليبية كثيرون يرددون الحروب الصليبية ويتهمون المسيحية بالعنف بسبب الحروب الصليبية في كل مناقشة تقريبا عن الإسلام والمسيحية لا بد أن تثار مسألة الحروب الصليبية لكن حتى الذين يذكرونها الأغلبية الصاحقة يرددون ما يتردد على مسامعهم دون معرفة التفاصيل فما هي الحروب الصليبية أصلا وما هي الأسباب التي أدت إلى قيامها وما هي دوافع وأهداف الذين شاركوا فيها وما الذي حققوه على أرض الواقع ثم ما هي أهم أوجه الاختلاف بين الحروب الصليبية والجهاد الإسلامي أسئلة كثيرة جدا سنترحها في هذه الحلقة على الباحث والناشط الحقوقي الأستاذ مزدي خليل أهلا بيك أهلا بيك أخي رشيد أهلا بعد هذه الغيبة أهلا بساس تانكيو يعني مسألة الحروب الصليبية أكيد سمعتها مرات كثيرة وأنا أيضا وأكيد تجدها على المواقع وفي كل مكان ما هي الحروب الصليبية أولا ثم نعرف لماذا سميت بهذا الاسم ثم توارخها تمام أولا طبعا إحنا في هذه موضوع ضخم جدا جدا مش هنقدر نجاوب إلا على الأسئلة الشائكة والخطوط الخارجية لهذا الموضوع زي ما تقول بندور على الرواية المفقودة في التاريخ المدفون التاريخ المدفون بندور على الرواية المفقودة خصوصا نحن القارئون للغة العربية لا يصلنا إلا ما يدين ويبر الإسلام يدين الحروب الصليبية لا يوجد نظرة معقولة محايدة تطرح وجهات النظر هو تشنيع على هذه الفترة تشنيع وأخذها كمثال دائم للهجوم على المسيحية والغرب وكل شيء طيب نقول الحروب الصليبية الحروب الصليبية هي مجموعة الحروب الدفاعية التي دعا إليها البابا أوربان الثاني في مجمع كليرمنت في 27 نوفمبر 1995 لمواجهة ما يحدث للمسيحية في الشرق الأوسط لحصار الإمبراطورية البيزنطية من السلاجقة وكذلك لتحرير القبر المقدس الذي هو الضريح المقدس هو قبر المسيح قبر المسيح في القدس يعني وهذه الحروب الصليبية يعني لو بعد كان فيه مجمع كنسي كان حضر حوالي 300 أكثر من 300 أسقف وبعد في آخر أيام المجمع خرج على العامة وكان مجموعة من الذي خرج على العامة؟ البابا أوربان الثاني وهو البابا أوربان الثاني كان فرنسيا فتحدث إلى الفرنسيين باللغة الفرنسية وليس باللغة اللاتينية كما أنه كان كولونيا جاي من الرهبان الكولونية والرهبان الكولونية هي التي قادت النضال ضد العرب في أسبانيا ضد المسلمين في أسبانيا فهو شخص مناسب لهذا الموضوع وقد أعد له تعدادا جيدا ومن ثم طبعا لم تصلنا خطبته لأن خطبة طويلة جدا ولكن المؤرخين الذين عاصروا البابا أوربان نقلوا بعض مقتطفات مثلا سمة جنس ملعون جنس دي من خطبة البابا أوربان من كلمات البابا أوربان الثاني اللي ألقاها وأعلن لازم القيام بالحروب الصلبية بالحروب الصلبية فضل المقتطفات منها سمة جنس ملعون جنس مبعد عن الرب تماما قد غذى أرض المسيحيين وأخلاها من سكانها بالسيف والنهب والنار وضمر كنائس الرب أو حولها لممارسة شعائره الدينية أنهم يدمرون الهياكل بعد أن نجسوها بقزارتهم وماذا أقول عن اختصاب النساء الشنيع الذي يقومون به بتكلم عن مين عن المسلمين تحديدا المسلمين والأتراك الأتراك بالتحديد بالتحديد وبالتالي بدأت هذه الحروب الصلبية منذ ذلك لكن الحروب الصلبية في هذه الفترة المؤرخين العرب بيقرأوا الفترة اللي هي من سنة 1095 لحد 1291 وهي سقوط عكة وانتهاء الحملات الصلبية في الشرق إذن حوالي 200 سنة حوالي 200 سنة من 1095 إلى تم أعلان الحرب وبدأت على طول وبدأت على طول لحد 1291 لكن الحروب الصلبية صلبية كروسيد بدأت قبل كده وستمرت بعد كده ممكن نقول إرهاسات أو مقدمات مقدمات الحروب الصلبية ما هي ضد المسلمين طب إيه اللي كانت قبل كده يعني كان البابواط دعم إلى الحرب الصلبية في شبه جزيزة البلقان كانت المسكنها الأندلس وقبل ما تبدأ الحروب الصلبية سنة 1095 بدأت الحروب الصلبية رسمية 1085 سقطت أول مدينة كبيرة طولايتلا اللي هي توليدو كانت في أيدي المسلمين كانت في أيدي المسلمين وبدأ بعد ذلك يعني تكمله وفي إسبانيا كانت حرب الاسترداد اللي يسموها ريكونكستا اللي هي حرب الاسترداد استرداد الأندلس فهي حرب معاكسة ابتدت من 85 من 85 وكانت قبل كده بس أول إنجاز لها سنة 1095 وبعد كده استمرت الحروب الصلبية بعد 1291 اللي هي الحروب الصلبية المتأخرة ضد العثمانيين حتى تم تحرير كل احنا عندنا شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة أيبيريا اللي هي الأندلس شبه جزيرة البلقان تحررت سنة 1697 انتهى خلينا ليه ليه سموها حروب صلبية ايوه هو طبعا ما قالش حروب صلبية ما قالش اسمها هذا الاسم البابا لما أعلن لم يقل حروبا صلبية ولا حد قال هو كان بيسلمهم كانوا بياخدوا صليب وعكاز وكيس يعني كأن مهمة يعني مهمة كبيرة بياخدوها فياخدوا صليب 15 سنت في 15 سنت حطوه كده على أكتف رمز للمعاناة وليس رمز للغزل رمز للألم استعداد للتضحية من أجل استرداد الأماكن المقدسة مظبوط كانوا بيسموها الحج الجماعي حروب الرب الحج المسلح يعني رحل حج مسلح كل المؤرخين العرب بلا استثناء في ذلك سموها حروب الفرنجة يعني ما كانت مصطلح الحروب الصالبية ظهر بعد ذلك بقرن ونص تقريبا وظهر لأول مرة في اللغة الفرنسية 1575 1575 ثم انتقل في بداية القرن الثامن عشر إلى القموس الإنجليزي وبعد ذلك بدأ يتكلموا كتير على كلمة صالبية لما بدأت الاستعمار الغربي للدول الإسلامية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدأ يتكلموا عنه لما جورجي بوش قالها بعد 2001 اللي حصل فده اللي روج للفكرة بالنسبة للتواريخ الحروب الصالبية أيها يعني تقسيم الفترة دي بتاع ميتين سنة نحاول نقصمها شوية إيه اللي حصل فيها تقريبا إيه اللي حصل فيها يعني أول أربع حروب اسمه الحرب الأولى والتانية والتالتة والرابعة متفق عليهم بين المؤرخين اللي هو الحرب الصالبية الأولى الحرب الصالبية الثانية حرب الصالبية الثالتة والرابعة بعد كده يختلف المؤرخين في تسمية دي الرابعة دي السادسة دي الخامسة دي السابعة دي التامنة خلينا نشوف الحملة الصالبية الأولى وهي الأهم الأهم فيهم كلهم أهم وحدة أهم وحدة اللي بدأت 1096 مباشرتت بعد خطاب البابا دي حملة صلبية كان لها مقدمة وأربع جيوش البابا دعا الناس إلى الحج قال لهم لازم نحرق لازم نذهب إلى القبر المقدس كنيسة القيامة لأنه الكنيسة دي تعرضت للهدم وإحنا شيئا حنشوف الأسباب فباللي حصل أني طبعا ما قدرش يقول دي يروح وده ما يروحش دعا الكل للزهاب نحج في أول مجموعة كانت حملة شعبية مقدمة الحملة الأولى بيسموها مقدمة الحملة بيع عليها واحد اسمه بطرس الناسك وولتر المفلس فدول كانوا ناس من الطيبين هم قادس الحملة رهبان طيبين فدول خدوا حوالي 15-20 ألف بعصي وخشب مع أنهم مش أسلح وأسيوف خشب ومتصورين ومعهم 300-400 فارس وتصورين أن الربين هيفتح قدامهم الطرق والكلام دي طبعا هذه كانت كارثة وصلوا إلى قدام نقية 21 أكتوبر أبادهم شبه أباد الحملة الشعبية قتلهم الصراجق الأتراك ما نجاش إلا عدة ألفين ولا حاجة والباية قتل كله ما نجاش إلا ألفين حوالي ألفين واحد يعني حوالي 18 ألف واحد قتلوا قتلوا النبلاء الأمراء والنبلاء والفرسان دول كانوا أربع جيوش كبيرة ثلاثة فرنسيين وجيش إيطالي نورماندي إيطالي والأربع جيوش دول هم اللي عملوا الإنجازات الكبيرة والأسماء دي بعد كده هنشوف الأسماء دي هتقاتل مع الأسماء مثلا جوديفرو بولين وأخوه بدوان البوليني وبعد كده هيموند وتنكرد ابن أخته وكده يعني وبعدين دول الأربعة دول مشوا بقى كل الحملات دي كانت بتمشي في الطريق البرية على فكرة أول ثلاث حملات كانت بتمشي في الطريق البرية ثلاث تلاف ميل تقريبا ثلاث تلاف ميل آه طبعا رحلة شاقة ومعاناها رهيبة جدا وصلوا الناس دي أول ما وصلت ديوش منظمة فرسان عندهم حماسة دينية غير عادية عندهم إيمان أول ما وصلوا الامبراطور البيزنطي تقابل معهم وقال لهم تسلموني مالي من الفاسل سلموه إي مالي ما كان للبيزنطين وأخدوه السلاجقة السلاجقة مسلمون يعني بس عشان نشرح للناس المسلمين الأتراك فبعد دول الناس دول أول حاجة حررواها حرروا نقية ودوها للامبراطور البيزنطي ثم جان بعد كده راحوا على انطقية هذه المدينة العظيمة شافوا مرارة من 21 أكتوبر سنة 1097 إلى 3 يونيو سنة 1098 سقطت انطقية بعدها 8 شهور من المعاناة وأكلوا الشجر وأكلوا الإحصنة بتاعتهم وكانوا على وشك يهلكوا ولكنهم يعني يعني حصروا انطقية وأثناء الحصار هم تعرضوا أيضا لجوع لأنه مجاعة فضية مجاعة فضية وسقطت انطقية وعملوها إمارة انطقية وبعد راحوا مجموعة منهم وراح تخذت الرهى هل عندنا تقدير لعدد الجيش الجيوش دي تقريبا؟ حوالي 60-70 يعني هم بيقولوا أن الأربع جيوش يعني في حوالي 60-80 ألف مقاتل بالمبالغة 100 ألف مقاتل بس على أربع جيوش مختلفة يعني دول بعد ما حرروا انطقية ودوها خدوها بقى عملوها إمارة أول إمارة الصليبية عملت كده راحوا مجموعة منهم راح تحررت الرهى وعملتها اللي هي أدسة اللي هي أروافها دلوقتي في تركيا وعملوها إمارة وبعدين تحركوا إلى القدس وفي القدس أيضا سقط شوف يعني كانوا بيصلوا يصلوا يصلوا والفاطمين اللي كانوا بيحكموا القدس في هذا الوقت كانوا بيستغربوا يستغربوا الناس دي بتصلي تعمل إيه كان عندهم حماسة دينية وبعد كده هجموا على جيو ديفرو ده أول ما سقط القدس 15 يوليو 1099 خد التاج بتاعه ورح حطه على كليل شوك المسيح يعني حط التاج على المسيح على رأس المسيح في الكنيسة جوه وسمى نفسه حامي القبر المقدس من هنا بدأت الحرب الصليبية الأولى انتهت باحتلال القدس تقريبا واخد بالك وهنا بدأت أول إنجازات الكبيرة للحرب الصليبية فحرروا الأماكن دي وحكموها أيضا حطوا حكام يعني أمراء طبعا طبعا بس بقى الحروب الصليبية دي لها يعني أسبق حملة وحملة كان فيه إمدادات يعني إمدادات تيجي من أوروبا مش ناحب ييجي من الشرق إلى الغرب لا ده طول المئتين سنة كانت تيجي الإمدادات من أوروبا إلى الشرق مش من الشرق إلى الغرب منهبوش حاجة ودوها للغرب واخد بالك الحملة الصليبية التانية احنا خلصنا الأولى دلوقت انتهت بتحرير القدس من الهيمنة الإسلامية كانوا الفاطميين مسكينها وقتها وقبلهم كانوا الفاطميين كانوا مسكوها سنة سنة واحدة 1998 خدوا 1998 من الصلاجر كان قبلهم الصلاجر الأتراك مسلمون أيضا طبعا والفاطميون كانوا هدموا الصلاجر نجيب تاريخ هدم القدس ده تاريخ طويل لكن اللي بيحصل كالآتي أن الفاطميون طلعوا كل المسيحيين قبل ما يدخلوا الصليبين ما فيش مسيحيين شرقيين كانوا موجودين في القدس طلعوهم طلعوهم ليه قال لك هيخونونا هيخونونا لأنه جايين الصليبين إخوانهم في الدين فهيخونونا يلا نطرد كل المسيحيين فعشان يقول لك أن الصليبين قتلوا المسيحيين والمسلمين هذه كذبة ما كانش فيه مسيحيين وقتها طيب هنشوف الحملة الصليبية الحملة الصليبية طبعا المسلمين بدأت يعني طريق طويل بدأوا استردوا الرهى الرهى اللي هي أودسا 1044 فعشان لما سقطت أول إمارة صليبية الرهى العالم الصليبي تاني بعته حملة بعته حملة صليبية تانية الحملة الصليبية التانية كان هذه المرة بيقودها ملوك واخد بالك كونرد الثالث بتاع ألمانيا وملك فرنسا لويس السابع كونرد الثالث ولويس السابع وللأسف الشديد البزنطين قبل ما يجوا عملوا اتفاقية مع السلاجيكا هناك فيعني شبه تقاكر جيش كونرد الثالث وفي الآخر جمعوا عند القدس بدل ما يروحوا لآلة زينكي اللي هم أسقطوا الرهى 1144 راحوا اتجهوا لحليف للصليبين اسمه معين الدين أنر كان حاكم دمشق وبالتالي هذه الحملة فشلت فشلت تماما لأسباب البيزنطيين وأسباب خلافات شخصية فشلت هذه الحملة جاءت بقى الحملة الشهيرة التالتة حصلت حملة التالتة اللي هي 1990 1992 ليه بقى التالتة كل حملة لها سم 1190 1190 1192 ليه حصلت لأن 1187 كانت حصلت موقعة حسطين واستعاد صلاح الدين القدس 1187 في أكتوبر 87 فكل الأولانية جاءت عشان تاني حملة جاءت عشان سقوط الرهى ودي جاءت عشان سقوط القدس يعني أخذوا القدس كم سنة كانت في أيدين الصليبيين فضلت من 1099 ل 1187 93 سنة 93 سنة فاستردها المسلمون عن طريق صلاح الدين عن طريق حطين فلما استرجعوها المسلمين جاءت الحملة الصليبية الثالثة وكان الأبابات تصالحوا مع الملوك في الأول كانوا حرمين الملوك أوروبا فتصالحوا معهم فجاءت حملة كبيرة جدا جدا بقيادة ثلاث ملوك كبار جدا الامبراطور الألماني فريدريك بارباروسا وبعدين الملك الفرنسي فليب أوغست وريتشارد قال بالأسد ملك إنجلترا للأسف الشديد بارباروسا فهو جاي في الطريق كانوا ماشيين الطريق البري فغرق في في النهر عند السلقية ولأن كان جيشه محمل بقى هيفي عباء معدات ثقيلة وهذا الديش الكبير اللي كان عائل هام وصلاح الدين كان خايف منه جدا بارباروسا لأنه أقوى جيش في التلاتة كان حاجة جيش ضخم جدا جدا تشتتوا ورجعوا تقريبا أغلبهم إلى واخدوا معهم الجسمان وفي الآخر خلص دفنوا في أنطقية جي إبافيد اتنين فيليب أوغست اختلف مع ريتشارد قال بالأسد بس كان نبيلة رح ساب له الجيش بتاعه ورجع إلى فرنسا وقاد الجيشين اللي هو ريتشارد قال بالأسد هذا كان مقاتلا قويا شجاعا ماهرا حزقا قاد الجيش وعمل انتصارات كبيرة على صلاح الدين في أرسوف وخذ بقى كل الساحل تقريبا تاني وكان صلاح الدين كان يقولهم دمروا كل حاجة يافا حيفا أرسوف صلاح الدين كان بيقول كده دمروا أي مدينة قبل ما يدخل عليها قبل ما تخرجوا يعني يا مسلمين سيبولهم المدن مخربة لريتشارد قال بالأسد لأن كانت شايف أن ريتشارد قال بالأسد مكتسح وداخل على القدس فكان بيدمر كل مدينة قبل ما يدخل ريتشارد قال بالأسد لكن ريتشارد قال بالأسد يعني كان متقدم جدا لحد ما حقق انتصارات كبيرة على صلاح الدين وكانت جات له أنباء أنه لازم يرجع لبلده عشان حكمه هناك فعمل اتفاق صلح سبور ربيلا مع صلاح الدين في سنة 92 أنه سمحوا للصالبين يخدوا الساحل وسمح للحجاج المسيحيين يروحوا القدس ولكن تفضل القدس تحت حكم الإسلامي حرب الصالبية الثالثة الحرب الصالبية الرابعة يعني يأسفني أن الحرب الصالبية الرابعة كانوا اكتشفوا في أوروبا أن مفتاح كله في مصر وكانوا عملوا محاولات قبل كده مع مصر وفشلت فقالوا عم نعمل حملة صالبية رابعة تروح على مصر وهذه كانت فكرة صحيحة وصائبة تماما لأن الحربهم جم من مصر وبالتالي جهزوا حملة كبيرة الحملات الثلاثة كانت حملات برية فكانوا لما غير الإمبراطور الألماني قالوا ما تكررش الحملات البرية لازم تروح بحريا من اللي مسكن البحار البنادقة بتوع البندقية بتوع البندقية دول ابتزوا الصالبين قالوا لهم عشان تروحوا معنا لازم تروحوا على إحنا اللي نوجهكم وكانوا عملوا اتفاق مع الممليك المصريين كان عندهم تجارة أن نحن هنبعد الصالبين عنكم وخدوهم على كارثة على القسطنطنية المدينة العظيمة العظيمة المسيحية المسيحية اللي هي إسطنبول حاليا اللي هي أصلا جام عشان يحموها أصلا جام عشان يحموها غزم هذه المدينة العظيمة وأسقطوها سنة 1204 وعملوا منها إمارة لاتينية لحد 1261 وكانت هذه الحملة نظير شؤم على الحرب الصلبية أنا باعتبرها انتهت الحرب الصلبية بها انتهت إذن الخلاصة أن الحملة الصلبية الأولى كانت أنجحهم لأن كانت محددة الأهداف وحققت أهدافها الحروب الصلبية التانية والتالتة والربعة خلينا نقول أنه كانت كر وفر بين المسلمين والربعة اللي ذكرت كانت كارثة لأنه بدل ما يروحوا في الاتجاه اللي كانوا رايحين فيه راحوا حربوا القسطنطنية هي حملة ريتشارد قال بالاسد قدت دفعت قوة للحركة الصلبية أنها تبقى لأنها حقق لهم نجاحات بعد كده حملة حملة جاء بيها مش هنسميها حملة هنسميها علاقة دبلوماسية فريدريك يعني احنا باختصار لأن المشاهد مش هيتذكر كل التواريخ وكل التفاصيل بيختصار شديد في كلمتين عملت حملة دبلوماسية رجعوا القدس مرة أخرى 1229 لـ 1224 لما احتلها الخوارزمية مرة تانية دي حملة فريدريك الستاني الدبلوماسية مع الملك الكامل بتاع الأيوبين رجعوها لكن ما فضلتش عندهم كتير لا لا ما فضلتش عندهم كتير من يعني حوالي من 1229 لـ 1224 وبعدين جاءت حملة أخيرة الملك لويس التاسع القديس كان رجل عنده حماسة دينية كبيرة فحب يروح مصر ففشل في مصر مرض الطعون ضرب الناس بتاعه أمام المنصورة والفيدان النيل فرجع هذا الملك في سنة فشلت حملته على مصر وكان برضه كان عاوز يعوض مع الخسارة اللي حصل في حملة الانحراف اللي حصل في حملة الرابعة لكن فشل في مصر وبعدين رجع فرنسا ورجع على تونس 1270 ومات في تونس وهو يقول أوريشالين أوريشالين هذه باختصار الحملات الصليبية طيب إيه أسباب الحروب الصليبية المسلمون يعني يقولون أنا دايما أسمع انظر ماذا فعلت الحروب الصليبية انظر ماذا فعلت الحروب الصليبية لكنهم مش عارفين إيه أسباب الحروب الصليبية وكأنه صحي الغرب تعال نكتسحهم ونغزوهم ونسبي نساءهم ونأخذ أموالهم وكأنه الأمر حصل هكذا إيه الأسباب الحقيقية المصرحة والذي ذكرها المؤرخون بتاع الحروب الصليبية الحروب الصليبية كانت ضرورة دفاعية ووقائية دفاعية ضد استباحة العالم المسيحي القديم ووقائية لطقي أوروبا من الغزو الإسلامي يعني دفاعية ووقائية وزيما قال الفيلسوف تير في كتابه عن محمد أنها كانت ضرورة أن تنقل المعركة إلى أرض المسلمين قبل أن ينقلوها إلى أوروبا وبالتالي المسلمين المسلمين بدأوا مع أول بداية محمد وبعد كده الخلفاء وذات الخلفاء سنة 632 و634 وليارموك 636 اكتسحوا الشام والعراق 638 خدوا القدس 641 خدوا مصر وبعد كده راحوا اتجهوا إلى شمال أفريقيا لم يوقفهم إلا أتنين كانوا راحين أوروبا راحوا القسطنطنية 717 أوقفهم ليو الإسوري على استخدام النار الإغرقية على أسوار القسطنطنية كانوا راحين يكتحوا وأوقفهم شارل مارتل سنة 732 في معركة شهيرة هناك لو لذلك كانوا راحين يكتسهم خدوا نفسهم ورحوا بدأوا 711 اسمه عبد الرحمن الداخل راح خد الأندلس وكون ما تسمى خد شبه الجزيرة من 711 ل752 خد معظم شبه الجزيرة عيباري بعد كده جمع الأغالبة بتاع تونس خدوا كل شيء خدوا سقالية وسردينيا وصلوا لحد أو أجزاء من إيطاليا وصلوا لحد قنيسة القديس بوترس في قلب الفاتيكان ما كانت يسمون الفاتيكان في روما كانوا عاوزين يغدوها هجموا عليها وهؤلاء الناس دول الأغالبة دي الحاجات دي لا تدرس لنا يعني أنه مش أنه اكتسحوا كل شيء في أوروبا وخلاص لازم العالم الغربي ينطفد ده خدوا بعدين إيباء دول موجة الأغالبة يقول موجة الصجل الصلاجقة الأتراك 1071 عملوا معراقة فظيعة فظيعة ولها تفاصيل فظيعة اسمها مانزكارد أو ملازكارد 1071 ومن 1071 لـ 1081 سقطت الأنادول كلها وانطقية ورادس كله ده خدوا خدوا شيء ما بعدش للقسطنطينية تقريبا يعني اكتسحوا في سلسي العالم المسيحي القديم استباحها المسلمون بالسيف سلسي العالم المسيحي القديم وكانوا دخلين على الأوروبة عشان كده الإمبراطور إليكسوس الأول اللي هو إمبراطور بيزنطية عمل حاجتين أول حاجة سنة 1081 بعت رسالة للبابا كان جريجوري قال له شوف أقول لك لو ما جيتوش جين لكم احنا كنا حقت صد احنا القسطنطينية حقت الفاصل بيننا وبينكم وبندافع معارككم عن الإسلام قرون دلوقت القسطنطينية على وشق طاقة احنا على وشق ناعة لو ما جيتوش انتو هيجولكم المسلمين وكان في مجمع كنسي اسمه ماكنزا قبل المجمع كليرمونت فبعت وفد في مارس 1095 وفد كنسي للبابا أربان وقال له تعال أرجوك تعاله قبلهم بعشرين سنة الأرمن بعتوا وفد وقبل بابا روم قالهم أرجوك تعالو يعني ده بناء جام بناء على طلب أولا أن المسلمين اكتسحوا سلسي العالم المسيح ثانيا بناء على طلب أصحاب الأرض يعني فيه شرعية قانونية ولذلك سميت حتى الحروب الصليبية سمعت بعض الكتاب سموها الجهاد المعاكس أنا سمعت كاونتر جهاد يعني مواجهة الجهاد يعني هي مش جهاد معاكس أول محاولة في تاريخ المسيحية صد الجهاد لصد الجهاد أول محاولة لصد الجهاد واخد بالك ثاني سبب خطير هدم كنيسة القيامة مين اللي هدمها الحاكم بأمر الله سنة ألف وتسعة ألف وعشرة طبعا حصلت محاولات كتير هأذكرها ألف ألف وتسعة ألف وعشرة ألف وعشرة عادوا سنة كاملة يهدوا فيها لأنها كانت بناء بيزنطي كبير عملوا قسطنطين سووها بالأرض سقفها أرضا وطولها عرضا كده يعني سووها بالأرض كانت كارثة في العالم الغربي وطبعا كنيسة القيامة معروف أهميتها عند المسيحيين في ذلك الوقت وحتى الآن طبعا من مقدسات المسيحيين طب تخيل أنا بس عشان أوصل الصورة للمشاهد تخيل أنه حد الآن يروح لمكة نعم ولقبر محمد نعم ويسويهم بالأرض نعم تروح وياخد ياخد هذا المكة ويصير هو الحاكم فيها يعني مش بس أنه سواها بالأرض وترك لا حاكم هذا المكان وصار يتحكم في الحجاج اللي يجوا للكعبة نعم ويمنعهم من الحج إلى هذا المكان ويعترض سبيلهم ويقتلهم ويدفحهم الرسوم باهزة البعض لكن قتلوا البعض طبعا ده هنقول دولة السبب التالت طب لو حصل هكذا وانتفض المسلمون وعملوا حملة معكسة طبعا هل ستنتقد هذه الحملة أم ستصفق لها ده اللي مش عايزين يفهمه يعني دربني وبكى صبقني واشتكى طبعا أصبح الحج في هذا الوقت مغامرة خطيرة ومكلفة خطيرة هقولك بقى دولة حياتي طبعا التهديد الخطير لحياة الحجاج ده سبب تالت من أسباب للحياة الحجاجة في سنة 1064 1064 كانت في رحلة يقودها رئيس أساقفة يعني التاني واحد بعد البابا رئيس أساقفة منز في إلمانيا اسمه جونثر بامبرغ وكان معاه سبع تلاف إنسان طبعا رئيس أساقفة يعني رايح واخد رهبانه ورجال دينه ونبلاء وطلوا عليهم المسلمين السلاجيقة السلاجيقة كانت المتقسم المسلمين وخلاص السنة والشيعة قاتلوا منهم خمس تلاف بني آدم حجاج مسالمين مسالمين خمس تلاف حاج من الإليد بتاع ألمانيا خمس تلاف حاج سنة 1064 طيب معلومات لا يعرفها الأغلبية حين يرددون الحروب الصالبية الحروب الصالبية الحروب الصالبية حتى بعد ما استاولى الصالبيون على القدس سنة احنا قلنا 1099 1119 كان الحجاج يحب يروحوا نهر الأردن نهر الأردن المسيح طلع سبعمية حاج يروحوا نهر الأردن قاتلوا منهم 360 1119 في هذه السنة في هذه السنة اتأسست ما تسمى فرسان المعبد الداوية الداوية دي ليه تأسست عشان حماية الحج لأنه حتى احنا في القدس ما مش عاد فيه نحمي فتأسست 1119 فده كمان في سبب مهم كمان يهم أوروبا وخاصة أوروبا السحلية البندقية وجنوا وبيزة المسلمين عاوزين يهددوا التجارة كانوا هدد كراصنة زيبتوا عصمال كده المسلمين في الوقت ده كانوا سيطرين على البحر المتوسط تقريبا وبدأوا يهددوا التجارة تماما 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 وعلى فكرة تهديد التجارة بوسط المسلمين ده استمر من أيام من الكرن السابع وبعد كده العصمانيين حابوا يهددوا التجارة وقامت معركة شهيرة شهيرة جدا انتصروا فيها الغربيين اتجمعوا كلهم في معركة ضد العصمانيين وكذلك لو انت قريت الجواب اللي عامله كرستوف كولومبس للأوربيين قال لهم احنا لازم نبعد نبعد عن أمة محمد انتوا بعتيني أعداء المسيح أمة محمد لدرجة أن أقرأ لك الجواب ده لاحقا وتشوف قد ان كان تهديد التجارة ده حاجة خطيرة فاسكو دياما اللي هو اكتشف طريقة رأس الرجال المماليك المسلمين حبوا يطردوا يتلقوا في البحر هرب منهم فكانت هديد التجارة أحد أسباب أسباب الحرب السلوبية وهي معركة لابينتو اللي هي انتصروا فيها طيب ده أحد معاناة مسيح الشرق معاناة مسيح الشرق أحد الأسباب أيضا لأنه دكارها الفابا في خطفتي في الحاكم بأمر الله هذا المجنون اللي بيسميه نيرون مصر بيسموه نيرون مصر هذا الرجل نيرون مصر ده هدم تلاتين ألف كنيسة تلاتين ألف كنيسة ألف في مصر والشام وفلسطين اللي هي القدس يعني كل كناسة القدسة اللي بنتها القدسة هلانا هدامها كنيسة مش بس كنيسة القيامة لا ده كنيسة التجلي وكنيسة مدفنة سيد العزراء اللي هو مكان وأماكن كتيرة جدا وكل هذه والناصرة والميلاد وكل ده هدم كل ده هذا الرجل الحاكم بامري الحاكم بامري وكانت المعاناة للمسيحيين لدرجة 1878 السلاجقة أبل الفاطمين كانوا استولوا 1878 قتلوا كل مسيحين الشرق 1878 لما استولوا على القدس 1878 لم يتركوا مسيحيا شرقيا واحدا إلا وقتلوا في القدس 1878 كل سكان القدس من المسيحيين قتلوا بالضبط في 1878 من السلاجك قبل 20 سنة من الحرب الصلبية يعني معاناة مسيح الشرق طب الواحد يتساءل طب عايزين العالم الغربي يعمليه يتفرج ده يعني عاوز أقولك يعني هي تأخرت كثيرا لظروف أوروبية تأخرت كثيرا هل الحروب الصلبية سؤال يارد دائما هل الحروب الصلبية حروب دينية 100% حروب دينية طبعا أكيد حروب دينية بأي معنى بمعنى إيه هل النص هو اللي أمر بها لا 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 حروب دينية بمعنى إيه يعني دعا إليها رجال دين دعا إليها رجال الدين ولأسباب دينية القبر المقدس ولتحقيق أهداف دينية تحرير القبر المقدس وترتبت عليها نتائج دينية إلى العلاق بالمسيحية والإسلام ومسيح الشرق والعلاق بالغرب كله ده نتائج دينية إذن من هذه الناحية ممكن أن نشح فيها دينية ولهوتا دينيا يعني اللهوت الشعبي بتاع بوترس الناسك ويلتر نفلس والقدس برنار كل لهوت ديني شعبي كان حماسي عشان يدعوهم هي حرب دينية الحروب الصلبية هي حروب دينية بالتأكيد حروب دينية إيه أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الجهاد طالما أنه في المسيحيين عندهم حروب صلبية وفي جهاد إسلامي لماذا نعارض الجهاد الإسلامي وما نتكلمش ضد الحروب الصلبية أيضا زي ما قلنا يعني توماس مادين ده عميد جامعة في ميزوري أستاذ عميد كلية التاريخ قال هي الحروب الصلبية هي قوة دفاعية غير قابلة للربح غير قابلة للربح غير ساعية للربح وبالتالي احنا بنقول أولا أنها قوة دفاعية وأنا بضف لها وقائية وغير قابلة للربح مش رحنا شان يربحها طب تعال نشوف الفروب بينها وبين الجهاد ما كانوا شعريحين يربحوا طبعا طبعا لا في بالهم غنائم ولا سبي ولا أي شيء شوف فرق بينها وبين الجهاد أقول لك 13 فرق بينها وبين الجهاد الإسلامي عدواني ولكن الحروب المسيحية دي كانت حروب دفاعية وقائية الثاني بيستبح أي حتة عدواني عن أي مكان جهاد الطلب جهاد الطلب مش جهاد الدفاع لا هو الجهاد الطلب هو اللي كان مستمر وكان فيه جهاد دفاع أنه تعالى نطلب اللي مش على ديننا ونجبره يا إما الخيارات المعروف كل الخلافات الإسلامية غازت الناس بجهاد الطلب مش بجهاد الدفاع طيب الجهاز الثاني استعمار استطاني يعني إيه استعمار استطاني؟ الجهاد الإسلامي استعمار استطاني يبيعمل حاجتين يأما إحلال يأما يحط مجموعة بشرية مكان مجموعة بشرية يأما تحويل دين وهوية مجموعة بشرية ده الاستعمار الاستيطاني يأما يحل ناس مع الناس يحول هوية ناس ودينها أما الحروب الصالبية ده هم حكموا ولم يستوطنوا يعني أغلب الصالبيين رجعوا بعد ما فتحوا القدس 1096-1099 رجعوا بلادهم طبعا قالوا احنا عدينا الواجب الديني بتاعنا رجعوا ما عادوش رجعوا إلى بلادهم وجابوا المسيحيين بتوع الشرق الأوسط مالم القدس مسيحيين شرق الأردن وبالتالي هما ما كانوش استوطنيين هما حكموا فقط إمارات ولكن لهم لم يكونوا مستوطنين وما حولوش الناس لحولوا المسلمين ما طلبوش من حد ولحولوا المسلمين إلى المسيحية ولا حولوا المذهب إلى الكسلكة ما حولوش هذه حقيقة ما خدوش سباية من المسلمين طبعا وحخدوش سباية طبعا كمان الجهاد الإسلامي طبعا يعني ما خدوش حاجة لاختسبوا ستات ولا خدوا سبايا ولا وزعوا غنايم ولكنهم فرضوا قانون ولا فرضوا جزي على المسلمين ولكنهم سنوا قانون للكل وعملوا أربع درجات من المحاكم في القدس كانت حاجة لها وزنها تعال نشوف الفروق التانية الجهاد الإسلامي أمر إلهي ربنا أمرك به واجب على كل مسلم عاقل بالغنا رشيد تاني اجتهد بشري الحرب الصلاة بي اجتهد بشري مفيش في الإنجيل ألك روح حرب هم اجتهدوا تاني واجب ديني جهاد الإسلامي يخير الناس بين يعمى القتل يعمى الإسلام يعمى الجزية طبعا دول ما كانش فيه أي خيارات تانيين تتعاملوا مع الكل كما يعني هم جابوا مسيحين الشرق نعم ولكن فيما يتعلق بالقانون كان متساوع على الجميع الجهاد الإسلامي يقنن دينيا يقنن دينيا النهب والغز والسبايا والإماء ده يقنن دينيا كل هذا الموضوع غير موجود في الحرب الصلبية وغير محترف به في المسيحي أصلا هم مسيحيين مؤمنين لكن حزرت أغلاط مش كده شوف أقولك حاجة فيه فرق بين حركة التاريخ وفيه فرق كل الأمم في الدنيا فيها أوباش وفيها مجرمين وفيها لصوص وفيها نهابين وكان في الصلبين كده لكن اتكلم على الطيار الرئيسي والأهداف الرئيسية تعالى كمان يعني الجهاد الإسلامي مستمر من دولة محمد لحد الآن الحروب الصلبية كانت حققت أهدافها وانتهت وقت محدد 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 وانتهت قبلك الجهاد الإسلامي كمان يعتبر بيفتخروا بيه حتى الآن المسلمين بيفتخروا بالجهاد الإسلامي حتى الآن هو غزو الشعوب التانية لحد الآن بيفتخروا بين الجهاد بالأندل والسوق وكل حاجة وعايزين يسترجعوها طبعا أما الحروب الصلبية تم تقييمها بين مؤرخين عالميين اتنشروا عليها 3000 كتاب في الغرب مش محتاجة يعني بإيجابياتها بسلبيات كل حاجة تقييم تجربة تجربة ولازم تتقيم كمان الجهاد الإسلامي أرسى قاعدة لصوصية أن كل أرض تطئها أقدام المسلمين هي أرض مسلمة لا يجوز التنازل عنها الأجلوس بيبقوا عليها لحد الآن بيقولك أرض مسلمين أرض وقف إسلامي والقدس بيقولك صلح الدين حرر القدس طب حرر القدس مين اللي كان فيها مين صاحبها مين اللي غزاها مين صاحبها أصلا ده أنتو حتى الاتفاقية اللي عملوها مع بطرارك القدس سنة 638 لما غزاها عمر بن هذا الرجل عمر بن الخطاب نفسه أولا الرجل قاوم سنتين بطولة ولم يسلم القدس إلا باتفاق نقضوا الاتفاق طبعا وعملوا العهد العمري المشهورة يعني ما فيش مقارنة تماما أولا حتى كمان دولة الجهاد دولة السيئوكراطية دولة الصلبين كانت دولة مدنية رفضوا وصاية منذوب البابا قالوا ما نعملش دولة دينية قالوا ما نعملش دولة دينية نعمل دولة مدنية وكان الأسقف المرافق لهم منذوب البابا كان عاوز أن القدس تتبع الباباوية قالوا له لا قال دي دولة احنا نأسسها دأسيل صحيح هل كانت الحروب الصلبية في بعض الكتاب يقولون أنه كانت الشرق الأوسط كان مغري ففيه إغراءات تروات الشرق الأوسط فراحوا عشان ينهبوا تروات الشرق الأوسط أول حاجة عاوز أقولها لك أنا لما قريت حتى تاريخ أوروبا في العصور الوسطى كله في الفترة السنتين اللي فاتوا بتوسع كبير وتاريخ الشرق في هذا الوقت في القرن التاسع والعاشر والحد عشر على فكرة نحن الحلقة دي بنعد لها كم من شهر ممكن سنة نحن نفدها كم كتاب قرأت في الموضوع من يوم ما كلمتك في هذا الموضوع أقول لك حاجة لطيفة أنا قريت للمؤرخين العرب اللي كانوا في وقت الحصوء حروب الصلبية ابن القلانسي وابن الأسير والاعتبار لأسامة بن منقز وابن واصل وابن شدد وابن مقريزي وبعدين المسيحيين كان فيه مؤرخين مسيحيين سواء من الشرق أو من الغرب وليام السوري الشارتري متى الرهاوي كان رئيس دير أرمينلي ميخايل السرياني المؤرخين الغربيين الكبار والغرب عشان يفيد نفسه الغرب عشان يفيد نفسه قيم هذه التجربة ما بيكتبوش دفاع عن مثل ما أغلب الكتابات الإسلامية بالعربية يعني بتلاحيها بتحاول جمل صورة الإسلام وتشوي صورة الآخر ده كل هدفهم من التأريخ الغرض لي أنا أترت هذه النقطة أنه الموضوع مبحوط من جوانب مختلفة كل الجوانب وإحنا على فكرة مستمرين في هذه الحلقة والحلقة اللي جاي مفروض يعني أطلب من المشاهدين أنه على الفيسبوك بعتوا أسئلتكم حتى نجاوب على كتير من الأسئلة المتعلقة بالحروب الصليبية لو ما كانش في هذه الحلقة وفي أسئلة تانية ممكن نجاوب عليها في الحلقة القادمة اللي حتكون عن نتائج الحروب الصليبية تمامي الآن نحن نشرح بس الحروب الصليبية هل كانت من أجل نهب تروات الشرق الحسن؟ أولا الحروب الصليبية أو الحاجة كانت التزام نظر نظر على كل صليبية يقوم بنذر وحتى وصل البابا الناس كانت مش بتحمسة لأنه كان نظر سقيل إنه رايح يموت يضحي بنفسه فقال له يعني بدأوا عملوا حاجتين توريث النظر لو أنت ما قدرتش ورسه لابنك أو دفع يعني تبرع الكنيسة عشان يسند الصليبيين فبالتالي أول حاجة إنه أصلا ده كان سقل كانوا بيبكوا ده يتعامل منها دراما والغرب عمل دراما دراما رهيبة العائلات وهم ماشيين الكنيسة قتلهم أن أحمي عائلتكم وأن أحمي أملككم أو صاركوا تحت حمايتنا وتحت شرفنا ككنيسة الكنيسة إداتهم تقفيد على فوض كانوا بيأخذوا فوض ديون قروض عشان يروحوا باعوا أملكهم النبلاء دول باعوا أملكهم باعوا أملكهم أنت عارف يعني ما كانوش رايحين بمغرأيات بالعكس حاجة تانية لم يقل لمؤرخ واحد لا شرق ولا غربي أنه اللي رجعوا أثريه أثريه من المحل صاروا أغنياء ما صارش اغنياء ولا واحد في الصليبين دون صار غني مثل ما حصل مع الخلفاء ومثل ما حصل مع الغزاة المسلمين يعني كان شحاد بالأمس تاني يوم صار أمير بتاع منطقة وصار عنده أموال الدنيا وبالتالي لم يذكر لمؤرخ شرق ولا مؤرخ غربي أنهم أثريوا من هذه الموضيع ده رجعوا عليهم التزامات وديون وكلام زيك كمان الاندادات يا أخ رشيد زي ما قلت لك إن كانت بتيجي من أوروبا طول الوقت تعرف أنت تعرف اللي هم عملوا الحروب الصليبية دي أنتجت نقلة عملت المصارف البنوك دي فرسان المعبة دول عملوا بنوك عشان ينقلوا الفلوس من هنا للصليبيين ينقلوا حاجات للحجاج كان النقل من أوروبا إلى الشرق مش الشرق إلى الغرب مش بالعكس مش بالعكس ما نهبوش حاجة كمان رجع الجزء الأكبر منهم الصليبيون اللي هما راحوا نظراً لحجة رجعوا ما عادوش في هذا المكان رحين ينهبوا كم فارس بقى من الحملة الأولى مثلاً في القدس ده القدس فقط 300 فارس 300 فارس لدرجة أنه كانت خاوية لولا جابوا مسيحيين الأردن شرق الأردن كانت القدس خاوية لأنه وطرد المسلمين كلهم من التعامل عندي سؤال آخر لكن قبل أن أأتي لهذا السؤال دعني على الأقل أخذ مكلمة من بعض المشاهدين أخ أحمد تفضل ألو تفضل أخي أحمد أسمعك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا أحمد من أمريكا وحبيت أسلم عليك أخر أشيد وشكراً على برنامج البرنامج سؤال جري اللي نورنا وأنت مبدع حقيقة الله يخليك شكراً وللأسف فاتني موضوع هذه الحلقة لأن بصراحة على طول بالانتظار فما كان يسمح لي الداخل ما فيش مشكلة بس أنا حبيت أقول بعض الأمور اللي تهم البرنامج أحب أنه اتصالات البرنامج تكون أكثر من الدول اللي هي غرب آسيا الخليج العراق إيران حقيقة معاعتزازي وأحترامي لأخواننا بالمغرب العربي بس بالنسبة هذه المنطقة أنه هي هامة جداً لأن هنا من منطلق ومهد الإسلام والأفكار الإسلامية والشيوخ والشخصيات نحن نغطي هذه المنطقة أيضاً سواء من ناحية البات أو من ناحية المواضيع أيضاً لا أنا أقصد الضيوف الكرام والمتلقيين اللي أخواننا بالمغرب العربي ما يكون كلامهم مفهوم من خلال الاتصالات تعرف اللغة مختلفة جداً هذه بالنسبة النقطة على فترة تقريباً 90% ما نعرف شو بيقولوا بالنسبة لموضوع البرنامج أتمنى تلتقون بشخصيات إسلامية تبتعدون عن أنا بالنسبة لي عابر وانتهى الموضوع وأحب الناس كلهم يعبروا معاي بس أنا أحب أنه أضيف للبرنامج بالنسبة لي مقترحي آسف مقترحي أنه البرنامج سؤال جريء يجب أن يلتق بشخصيات إسلامية ما تكون من تكون كالوهابية والمتبرفين قابلنا بعض مش الكل يقبل المشكلة مش في البرنامج في الآخر في كتير يرفض وإحنا طرحنا على كتير من الشخصيات ما تعرفوش هذه الأمور وبعض منهم قبل مثل أحد دكتور أحمد سبحي منصور وإياد جمال دين وغيره في بعض الشخصيات بتقبل في بعض الشخصيات بترفض وإحنا ما نقدرش نجبر بطبيعة البرنامج أنه في ناس كتير لا تريد الظهور عليه لسبب أو لآخر أشكرا طبعا لا يعني عرض معلش أخي أحمد لأنه الوقت ضيق وما عنديش وقت كتير وبدأ خارج موضوع البرنامج فأنا مضطر يعني أكمل الموضوع أنا آسف من أجل هذا أشكرا في كنيسة القيامة وشفنا أنه تعرضت للتخريب على يد الفاطميين إيه هي كنيسة القيامة أو القدس بصفة عامة إيه أهميتها في الفكر المسيحي في هذا الوقت بالذات طبعا هو الحاجة كنيسة القيامة لها مركزية في الفكر المسيحي وفي العصور الوسطى كان لها رمزية تفوق دلوقت بكتير لأن العصور الوسطى كانوا بيستمعوا عصر الحرب والإيمان العصور الوسطى فبالتالي كنيسة القيامة كان لها من أول ما اكتشفت القديسة هيلانا صليب المسيح سنة 326 وبنت كنيسة القيامة القبر المقدس بنا من 326 ل335 يعني تسع سنين بنام هذا البناء البيزنطي الفخم وبنات عدة كنائس كثيرة بدأت من هذا الموضوع أن الحج بدأ الحج من أيام قسطنطين تطور فكرة أنها مش كنيسة بس المسيح سلوب لازم نروح نتبرك بيها فبدأ الحج وفود الحج منذ تعمير هذه المنطقة بالكنائس القديسة هيلانا لدرجة أن بعد كده لما دخل الفرس خسره الثاني سنة 614 وخاد الصليب المقدس وعمل أثر الباتريارك زكريوس وكان يوناني بيزنطي وهدم جزء من كنيسة القيامة وقتل المسيحيين وخاد الصليب المقدس إداء للملكة مريم النسطورية كانت مراته نسطورية طبعا هاجل العالم المسيحي هذا وجاء يعني الامبراطور البيزنطي استرد هذا الموضوع في معركة يعني الأيام في عفرين عارف عفرين التي تضربها تركيا حاليا مانبيج وعفرين هزم خسروا في عفرين ومانبيج واستعاد الصليب المقدس ودخل سنة 30 مارس 630 بالصليب المقدس إلى موضع الجلجسة إلى موضع وده بقى عيد الصليب يرجع الصليب المقدس فهذا الموضوع له رمزية رهيبة بعد كده لما شارلمان الامبراطور العظيم شارلمان عمل اتفاقية مع هارون رشيد أن يسهل الحج هارون رشيد كان خايف من الأموين في الأندلس فقال له ما تساعدهمش وحاربهم وأن نسمح بالحج وبنى شارلمان فندق في مبكرة عشان الحجاج يروحوا يستريعوا فيه سنة 810 بعد كده لكن احنا المسلمين عملوا في كنسة القيامة ما لا يفعل سنة 935 استولوا المسلمين على جزء من مدخل كنسة القيامة وحولوه إلى مسجد عمر بن الخطاب خدوا جزء من مدخل كنسة القيامة 935 935 937 في عهد محمد بن طفح الأخشيدي حرق المسلمين كنسة القيامة ونهربوها حرقوا الجزء منها ونهربوها سنة 960 ضمروا المسلمون الضريح المقدس اللي هو دخل ضريح المسيح 966 حرقوا قبة كنسة القيامة سنة 1009 زي ما قلتلك هدموها على بكرة أبيها سنة حتى بعد صلاح الدين اللي ما استولى عليها ستقل وقالنا هسيب كنسة القيامة الصلبين حواليه خايف ومع هذا الأعمدة المزخرفة اللي كانت قدام الضريح خدها انتصار الإسلام على المسيحية صلاح الدين وبعد كده لما استرجعوها كمان الخوارزمية أنا قلت أنه خدوها تاني 1229 1224 حرقوا كنيسة دمروا جزء كبير من كنيسة القيامة فكنيسة القيامة لها مركزية طيب أي مركزية في القرن الحد عشر كان لها دور رائيب المعرخون العربي يسموها كنيسة القمامة بيقول لك كنيسة قمامة كنيسة قمامة يعني مثلا يقول لك ابن تغر بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة يقول لك قام شيخ اسمه خضر في عهد الملك الظاهر بيبرس وذهب إلى كنيسة قمامة وزبح قصيصها بيده مثلا مثلا ضمن حاجات اللي بيعملها المسلمين في كنيسة القيامة فكنيسة القيامة منذ أن دخل الإسلام هم مستهدفين هذه القنيسة رغم أنهم بيقولوا أنهم أنهم حافظوا عليها القرن الحاج كان لقرن حاجة ده مختلف القرن بدأوا سنة ألف ده الألفية الأولى بعد المسيح فكانوا تصورين المسيح جاي فكان الحجاج في أوروبا كانت مشاعر الدينية ملتهبة اسمه قرن الحاج قرن الحاج و1033 اللي ألف سنة على صلب المسيح فلك أن تتخيل في هذا أنه في هذا الوقت يتم هجمة وهدمها قتل الداء ودفع رسوم عليهم في كل حتة في مكان واستباحة المسيحية كل ده من الإسلام أنت عارف أن يامل الرومانين أرغم أن حتى في فترة الرومانين لما كانوا مش مسيحين باكس رومانيان ده اللي هو السلام الروماني كل الطرق متعبدة كل حاجة سليمة كل تمشي تروح جامل المسلمين حولوا الرعب الرعب لا تعرف تمشي والطرق طول الوقت قتلوك ولا بيؤمنوا ده عارف المؤرخ الكبير ريني جورسي اللي أرخ 3000 صفحة عن الحرب الصلبية قال على صلاح الدين لم يكن صلاح الدين الأيوبي يكره المسيحيين كأفراد ولكن كان يكرههم كأمة صلاح الدين الأيوبي ده اللي بيقوله صلاح الدين الأيوبي ده هو اللي فرض على عقوبة الصلب على أقباط مصر يتصلب يعني عقوبة جديدة أن يصلبوا زي المسيح ومنع أنهم يشتركوا في الدوين ومنع أنهم يوظفوا في المصالة يعني هذا ده تاريخ ده تاريخ مليء بالمقاسي وتاريخ القدس ده ينفع يستحق ليه دايما يعني المسلم مثلا بتنقشوا واحد كتب مثلا في جريدة مغربية قال لو كان المسلمون يعني لو كان الإسلام دين إرهابي ما كانوا يختفوا المسيحيين من مصر وما كانوا يختفوا من فلسطين ومن أردن ومن سوريا بقاء البعض منهم وعدم تحويلهم دليل على سماحة الإسلام ثم ابن غريب قال لو أردتم الحديث عن الإبادة أين هم مسلمون الأندلس طبعا السؤالي كان وانت ايه اللي وداك الأندلس مية في المية طبعا هي بتاعتك ما أنت غازي لو طردك يعني أنا الغازي ولو طردني واحد أشتكي حاوز أولك حاجة تانية هم عملوا قاعدة أخلاقية شازة أنه هم يعملوا الفعل و مواجهة الفعل اللي هو مواجهة الجرام يبقى عندهم جريمة عشان تواجه إجرامهم يبقى جريمة يعني الغزوات فتوحات آه طبعا واحد عايز يسترد الأندلس يبقى مجرم ويسترد المدن الأوروبية اللي استعمرت من سواء الأغالبة التونسيين سواء الصلاجقة سواء الفاطميين ويسترد قبره المقدس لدي حرب صليبية ده عاوز أقولك حاجة ده حرب صليبية أنتو شفتوا العنف ده حرب صليبية عاوز أقولك حاجة من إنجازات الصليبية طبعا قعدوا من سنة 1999 لـ 144 يبنوا في كنيسة القبر المقدس عملوها ضخمة القبة التي شايفها من أيام الصليبيين بنوا 60 كنيسة ودايرا كان خربهم الحاكم بأمر الله أغلبهم اللي قعد حتى الآن من إنجازات الحملة الصليبية الأولى بنوا كل القبة الضخمة التي شايفها كانت تهدد كنيسة القديس كوستانتين تهدد خالص حدها الحاكم بأمر الله بنوها كلها جمعوا الثلاثة كنيسة اللي في المنطقة ده وعملوهم قبة يعني كنيسة القيامة دي شافت هي عارف أنا بسميها رمز معاناة الشرق رمز معاناة مسيح الشرق طيب لو حبيت خلاصة تلخص لي إيه هي الحرب الصليبية الآن يعني دخلنا في تفاصيل وتواريخ وأسباب وكده لو كباحة الآن قلت لك لخص في جملة إيه هي الحرب الصليبية الحرب الصليبية هي مواجهة التوحش الإسلامي أو المواجهة حقيقية من المسيحيين الأوروبيين لمواجهة كرد فعل على التوحش الإسلامي والاستباحة الإسلامية للمسيحية الشرقية وهي حرب فهنا دفعية وهي وقائية لأنه وقت أوروبا من غزو دايركت المسلمين ما عندهم توقف كل العالم در إسلام ودر حرب دا الجهاد الإسلامي در إسلام ودر حرب فكل العالم مفتوح أمامهم فكانوا راحين أوروبا وبعد ذلك هي أصبحت الحرب الصليبية كأحد جولات الصراع بين الغرب والإسلام بدأت بالإسلام مستمر يعني هو في حالة استمرار يعني هو أنت الغربين بيوجوه يعني مواجهة أول دي مواجهة وبعد كده جامل عثمانين عملوا جولة رهيبة وصلوا إلى أسوار فينة وبالجراد وخدوا شيء بجزيرة البلقان كلها وبعد كده كان تغير الغرب الغرب تحول إلى الغرب زمان كان فيه العالم المسيحي والعالم الإسلامي سقطت كلمة العالم المسيحي بقى اسمها الغرب والحضارة الغربية كانش فيه إلى غرب ولا فيه مصطلح الحضارة الغربية بعد ذلك بدأت معارك سياسية لما احتل الغربيون الشرق الأوسط تحت لافتة السياسية بعد جده جاء المسلمين عملوا حرب الإرهاب الدولي وحاجتين على فكرة هي أنا بسميها حاجتين الإسلامية الدولية والإرهاب الدولي الإسلامية الدولية لها ثلاث حاجة في مواجهة الغرب أولا بيستخدموا الديمقراطية وبيستخدموا الأسلامة وبيستخدموا التقاصر السكاني فهناك حربا الإسلامية على العالم حاليا الأدوات النعمة والأدوات الترعيب الخشي طيب إحنا مكملين يعني المرة القادمة هنطرق لأسئلة كتير منها إيه اللي حصل لمسيحي الشرق بعد ذهاب الصليبيين طبعا هنتكلم عن الأخطاء اللي وقع فيها الصليبيون نتكلم على بعض المدابح إحنا إحنا هنشرح الحرب الصليبية حتى لا نترك أي مجال أي أسئلة الناس بتقول لك ليه تأخرت أوروبا أنها تواجه الإسلام لحد من سنة من القرن السابع إلى القرن الحدي عشر فده ده 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 حاجة مهمة ما كانش ما كانش أوروبا مسيحية في الوقت ده يعني لما سقطت الأمبراطورية الرومانية سنة 476 حولت البابوية أن تحول أوروبا إلى المسيحية فقعدت كورون طويلة عشان حولت كل أوروبا المسيحية عندما تحولت أوروبا إلى كتلة مسيحية وكتلة قادر البابا يحركها بدأت الحروب السلبية أشكرك ده موضوع مهم وأعتقد نحن غطينا جزء منه كما قلت نحن نحط الحلقة على الفيسبوك أرجوكم شاركوا بكل الأسئلة التي تعتقدون أنه مهمة أن نتطرق لها في الحلقة القادمة أشكر كل الذين اتصلوا آسف لأن الموضوع كان لازم نغطيه ونغطي كل جوانب أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة موسيقى